مؤسسة متخصصة بمجال توزيع أصوات الناخبين في الولايات المتحدة أن أصوات الجالية العربية والمسلمة قد تلعب دورا حاسما في تحديد الرئيس الأمريكي الفائز خلال الانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر 2012 بسبب الانقسامات الواضحة في اتجاهات التصويت بين الأمريكيين الدراسة التي أعدها معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم وهو مؤسسة بحثية مركزها واشنطن أوضحت هذه الدراسة أن الناخبين العرب والمسلمين الذين يشكلون أكثر من واحد في المئة من الأصوات بوسعهم ترجيح كفة مرشح على الآخر خلال الانتخابات المقبلة بحكم وجودهم في الولايات الحاسمة انتخابيا كفلوريدا وميشيغن يقول باحثون هنا في معهد العدالة الاجتماعية والتفاهم بقلب واشنطن أن أصوات المسلمين الأمريكيين تزايدت أهميتها في تقرير مصير انتخابات رئاسة نهاية العام الحالي هذه خلاصة دراسة أعدها المعهد درس خلالها الأداء السياسي والاجتماعي لعرب ومسلمي أمريكا خلال العشر سنوات الأخيرة الجالية العربية والمسلمة في أمريكا قليلة العدد لكن انتشارها الجغرافي يجعلها في مناطق مؤثرة من النحية الانتخابية وحتى داخل الولايات الحاسمة في الانتخابات هناك كثافة لتوجد الجالية في المناطق الحاسمة انتخابيا هذا الوضع يجعل من العرب والمسلمين قوة انتخابية مؤثرة توضح الدراسة بالأرقام أن التوزيع الجغرافي لعرب ومسلمي أمريكا أوجدهم في ولايات عادة ما تكون حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات كولايات فلوريدا وميشيغان وبالسنفينيا وفرجينيا وفي ذلك إشارة كافية لقوة تاتير هذه الكتلة الانتخابية بالطبع هناك انقسامات واختلافات عرقية وثقافية داخل الجالية في حد ذاتها ولكن هذه الجالية أظهرت ومنذ أحداث الحد عشر من سبتمبر انخراطا أكبر في الحياة السياسية والاجتماعية وهي تجد في ذلك فرصتها الأفضل للتعبير عن وجودها حقائق أخرى تشير إليها الدراسة ومنها أن التوجه الانتخابي للجالية انتقل خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة من اليمين إلى اليسار فبعد أن كان الخيار المفضل لديها هو الحزب الجمهوري تحول إلى الخيار الديمقراطي في انتخابات العام 2004 والانتخابات الأخيرة 2008 مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة تزداد أهمية النظر لانشغالات واهتمامات هذه الجالية وما هي أولوياتها الانتخابية والاجتماعية وما هي العوامل التي تجعلها أكثر استعدادا للانخراط في الحياة السياسية من الحقائق الأخرى أن الجالية تضع سياسات المرشحين الخارجية في المرتبة الرابعة من اهتمامها حيث طاط الأولوية لمسائله الاقتصاد والبطالة والتأمين الصح والتعليم وهي الأولويات التي يتشارك فيها كافة الأمريكين ما تضيفه هذه الدراسة إلى مشهد السياسة هنا في واشنطن هو تجديد التأكيد على القوة النوعية للجالية العربية المسلمة هنا في الولايات المتحدة كقوة انتخابية إضافة أخرى أنها تأتي في سنة انتخابية حاسمة بين رئيس ديمقراطي يريد التجديد لولاية ثانية وبين مرشح جمهوري يريد الوصول إلى البيت الأبيض لأول مرة في حياته سياسية رابح فلالي الحرة واشنطن